السلام عليكم عزيزين مشاهدين اهلا بكم فيديو جديد هنا اخرات من غير منتاج تمام دلوقتي الحدث الكبير بتاع مارفل هو فيلم انت مان اند واسب كوانتامانيا ده معناه ان احنا رجعنا جوه مارفل سيزن انه الموسم المارفلي اللي بيتكرر كل سنة تقريبا مرتين او ثلاث مرات لما يكون في عمل مهم لمارفل بتنزله اصلا بقى كان فيلم كان مسلسل المهم ان فيلم انت مان اند واسب كوانتامانيا هو واحد من اهم من الافلام اللي هتنزل لمارفل رقم واحد لانه الفيلم اللي هيقدم لنا الشرير الكبير اللي هيكون الشرير بتاع الافلام الجاية لمارفل الساجا الجديدة المالتيفيرس ساجا كانج دا كونكورر اللي احنا تعرفنا عليه في مسلسل لوكي ولكن دلوقتي احنا هنتعرف عليه تاني بس هنتعرف بقى على الفاريينت بتاعه اللي هو كانت بتاعه هنشرح ده كمان شوية اوكي ركيزه معي وبرضو هو فيلم مهم علشان مؤخرا مارفل عما تعمل اعمال يعني الله وكيلك حاجات مش ممتعة خالص ايوه وبرضو هو فيلم مهم علشان هو الجزء الثالث لأفلام انت مان وافلام انت مان يعني هي افلام لذيذة مش اجمد افلام مارفل ولا اجمد افلام كوميوكبوك ولا اوحشهم لا هي افلام لذيذة ايوه هو برضو فيلم مهم علشان كده ولكن قبل ما يبدأ الفيديو اتكدوا انتم مشتركين في القناة ومشغلين كل التنبيهات لشاناول لو ينزل فيديو جديد يوصلكم على طول عايزين نوصل القناة ستمائة الف مشترك يعني على حيش شعر خمسة ستة ان شاء الله ان شاء الله تكدوا انتم مشتركين في القناة عشان لو ما ينزل فيديو جديد يوصلكم على طول وشكرا على دعمكم المستمرين لسه في تيزر جديد نزل ودلوقتي مارفل في مرحلة التيزر سنوما كل شوية نزله شوية حاجات زيادة من فيلم انت مان عشان يجيبوا الناس وخلاص الفيلم هينزل كمان اسبوع لاسبوعين ولا حاجة فخلينا نتفرج على اخر تيزر لسه نازل جوناثين ميجر انا شايف انه هيزبط الدور بتاع كانج الجملة دي لما يقولها له كده هو بكل برود انا قتلتك قبل كده ده يعرفنا الشخصية بتاعة كانج ده مش كانجليش فناف لوكي لا كانج ده اللي هو اصلا مر في عوالم كتيرة في عوالم موازية كتيرة وبس ماشي عمال يعمل الافنجر زي شاورما للهدف بتاعه ايه هو الهدف بتاعه ممكن نعرف كمان شوية اوكي انا متحمس انا متحمس تمام دلوقتي خلينا نقول لكم الافلام اللي انت لازم تكون اتفرجت عليها مؤخرا او عندك دراية كافية باللي حصل فيهم قبل ما تفرج على الفيلم انت مان اند واصب كوانتا مانيا وللتوخيص يعني طول ما احنا مشير في الفيديو ده هقول بعد كده فيلم كوانتا مانيا عشان نختص مشكل شوية المهم اهم فيلم انت تكون تفرجت عليها هو فيلم اند جيم اكيد واضح وغالبة اللي انت تفرجت عليه لان فيلم اند جيم هو الختم الانفينيتي ساجا ودخلنا على الساجا الجديدة اللي هي المالتي فيرس ساجا فاكيد لازم تكون تفرج على فيلم اند جيم وفيلم تاني لازم تكون تفرج عليه بدا يعني النظرية عندي هو فيلم تشونجشي and the legend of the ten rings ليه انا شايف ان انت مهم ان انت تفرج على فيلم ده علشان التكنولوجيا اللي احنا بتشوفها في الاعلانات بتاعت كانج قريبة جدا كشكل من التكنولوجيا بتاعت التين رينجز بتاعت شونجشي فاللي هو هل هيربطوا التين رينجز بتاع شونجشي بحاجة ليها دعوة بكانج ولا فعشان كده انا شايف ان الفيلم شونجشي هيكون مهم خاصة ان كمان شونجشي هيكون واحد من الاجزاء المهمة للأفانجرز الجذاد اللي بيتقدمه وهو فيلم ممتع فيه اكشن لذيذ يعني نوع اكشن مختلف ومتشوفهش كتير في عالم مارفل السينمائي فاتفرج عليه كده كده لو انت مهتمة بعالم مارفل ولو عاجبك الفيديو لحد دلوقتي اتاكدوا انتوا عمليين لايك على الفيديو لان ده فعلا فعلا بيساعد فيلم تاني مهم لازم تكون متفرج عليه او مسلسل مهم لازم تكون متفرج عليه هو مسلسل لوكي وهنتكلم على اللي احنا تعلمناه في مسلسل لوكي اللي احنا تعرفنا على شخصية كانج فيه كمان شوية خليكم معاي بس نرجع تاني العالم الافلام دلوقتي اكيد انت لازم تكونوا تفرجتا على فيلم فار فرو هوم سبايدر مان فار فرو هوم لان سبايدر مان فار فرو هوم هو اول مرة في عالم مارفل السينمائي من ناحية الافلام يتلعب لنا بفكرة المالتي فيرس صرف لان تم فتح المالتي في عالم فار فرو هوم ودخلنا عوالم تانية ايه اللي بيحصل ايه مش فاهمي فدي هي البداية دي هي نقطة البداية فيه بقى حاجة تانية يعني لو تقدر اتفرج عليها تفرج عليها مش تقدر اشطى مش مشكلة وهو ميس مارفل ليه بقولك انت تتفرج على ميس مارفل عشان ميس مارفل فيها بعض من الاشياء اللي تم عرضها ككونسبت او كافكار للعوالم بتاعت مارفل بتشتغل ازاي وازاي بيكون فيه لعب في الابعاد فمهم ان انت تكون تتفرجت علي لانه بيناقش الحتة دي وازن انه برضو انه هيكون فيه ربط لها لفيلم كوانتامينيا ده علشان ميس مارفل هي برضو جزء من الشخصات المهمة في المستقبل بتاع افلام مارفل واخيرا اهم حاجة لازم تكون تفرجت عليها اكيد هو فيلم دوكتور سترينج in the multiverse of madness علشان من العنوان واضح ان دوكتور سترينج بيلعب جوه المالتفيرس بتعرف على الشخصية بتاعت امريكا تشافيز اللي هي بتقدر تنط بين المالتفيرس فاكيد هتكون شخصية مهمة انتقالا في المرحلة الجاية بتاعت مارفل فايوا دول هم الافلام اللي حصل فيهم احداث فمنتهى الاهمية اللي اكيد هتأثر في فيلم كوانتامينيا الجاية دلوقتي باخلينا نتكلم على كانج هنتكلم على شخصية كانج اللي تم عرضها في مسلسل لوكي الاول لان هم مش نفس الكانج وده واضح جدا ليه علشان سبويلرز هحرق دلوقتي مسلسل لوكي لو انتوا تفرجتوش عليه كانج في اخر مسلسل لوكي او كانج اللي بنشوفه مسلسل لوكي بيموت ولكن هو كان معندوش مشكلة مع الموضوع لانه كان عارف ان فيه فوضى هتيجي من بعد ايه هي الورجن ستوري بتاعت كانج اللي كان في مسلسل لوكي كانج ده يا معلم ده واحد كان عايش في المستقبل وهو كان بدأ يلاحظ ان فيه فيه قلق بيحصل هو قاعد في العلوم الخيال العلمية بتاعته كده قال لك يا معلم لو حصل كذا وكذا مامبو جامبو بتاع افلام غالبا لو حصل افتتاح في المالتيفيرس فيه ناس هتفضل تنط من هنا لهنا لهنا ويتخنقوا مع بعض ويحصل مالتيفيرسال وور وطلع مين برضو كان عنده الفكرة دي كانج ولكن في عوالم تانية فإيه اللي حصل الكانجز بدأوا يسفروا بين العوالم دي ويتخنقوا في بعض لحد لما جالك كانج اللي هو طلع في مسلسل لوكي ورح عملهم كلهم شاورمة بالاستعانة بمساعدة الوحش اللي هو معمول من السحاب اللي كان موجود في مسلسل لوكي رح مربط كل الكانجز دوريا معلم ورح عمل لك السيكرد تايم لاين اللي هو التايم لاين اللي حصل فيه أحداث أفلام مارفل اللي احنا تفرجنا عليها ولكن في آخر مسلسل لوكي سيلفي اللي هي الفيميل لوكي بتقتل دوانه وريمينز بتقتل كانج الألفة اللي عرف يدرك كل الكانجز التانيين وبقتل دوانه وريمينز دلوقتي اتفتح الأبواب وتم كسر السيكرد تايم لاين أو التايم لاين اللي هو كان متزبط وكل حاجة مقفولة عليه والمالتفيرس اتفتحت على بعضها يا معلم دي هي القصة بتاعت كانج اللي اتعرفنا عليه في مسلسل لوكي دي هي كانت الدوافع بتاعته ومن هنا بدأ العصر الجديد بتاع الداينستي أو السلالة بتاعت الكانجز نتكلم بقى على الحاجات اللي احنا نعرفها لكانج الجديد اللي طلع في فيلم أنت مان ده مبدايا كانج الجديد اللي طلع فيلم أنت مان ده من منظره بس انت عرف ان هو خلاص مبني على كانج اللي موجود في الكوميكس ايه هي القصة اللي مشهورة بتاعت كانج موجود في الكوميكس القصة اللي مبني عليها السلسلة بتاعت الافلام الجاية اللي فيلم هيكون على اسمها كانج داينستي اللي احنا فهمناه من الاعلانات ان كانج ده قتل ناس من الافنجرز قبل كده ده معناه ان المالتفيرسال وور اريدي حصلت وكانج المعين ده هو نط ما بين اكتر من عالم وعمل شاورمة من الافنجرز كل ما كان قابلهم حتى لدرجة ان هو بقى ينسى يبص على انت مان انا قتلتك قبل كده ولا لا فاحنا نرفع من هو يو ايه ده كانج ده ما نفعش اتهزر معاه وبرضه حاجة قدت لنا دليل ان كانج ده خطر اعلى من ثانوس بكتير في مسلسل لوكي كانج كان عامل البوكت دايمنشن ده او البعد الغريب لوحده ده كان مخلي الانفينيتي ستونز حاجة ملهاش اي ايمة للدرجات دي هو عنده قوة فتمام دلوقتي كانج شخص عنده مدينة في الكوانتم ريلم وهو عاوز خدمة من انت مان مقابل ايه مقابل انه يدي انت مان شوية وقت ايه الوقت اللي احنا بنتكلم عليه الوقت اللي انت مان فقده هو ضايع جوه الكوانتم ريلم اللي مقدرش يقضيه مع بنته كاسي كاسي لين فهو ده الدافع اللي هيخلي كانج the conqueror يعمل زي ما تقوله ايه ديل مع انت مان وعامة الافلام بتاعت انت مان كلها بيكون لها الطابع بتاع افلام الهايست اللي هو الناس بيروحوا يعملوا سطو على حاجة معينة فاوكي فتنج مع القصة بتاعت انت مان النقل اللي هتحصل بقى واللي انا اتوقع انها تحصل ان اكيد انت مان هو شخص كويس فمش هيشتغل عند شخص شرير زي كانج فهيحاول ينقلب عليه حتى في واحد من الاعلانات انت مان بيقول مش مهم ان انا اخسر المهم ان انت ما تفزش فيالله اني بهدل اهدلك وبهدل نفسي معاك مش مهم المهم ان انت ما تطلعش من المكان اللي انت موجود فيه حاليا وبعدين عمتا انا عمري ما شفت انت مان مضروب ومتبهدل في فيلم من افلام بتاعته زي ما شفته في الاقلان ده فواضح ان انت مان هيتبهدل في الفيلم ده واشطى لو انت هتبنيلي كانج على انه فيلين محتلم وصراحة الممثل جانتان ميجر انا اثق فيه لان انا بيعجبني التمثيل بتاعته حتى في الدول اللي عامله في فيلم ده انا بس بعشق تمثيل الشخص ده فاوكي نتسم فيه خيرا بالنسبة بقى للدافع بتاع كانج احنا لسه لحد دلوقتي مش عارفين ايه هو الدافع بتاعه لو راحنا للكوميكس الدافع بتاع كان قريب نوعا ما للدافع بتاع ثانوس الدافع بتاع ثانوس كان عايز يعمل كل الحاجات اللي هو عاوز يعملها دي عشان يبهر لدي دات ولكن الحاجة دي ما كانش ليه اي ذكر تماما في الافلام يعني ثانوس اللي في الافلام مالوش اي داعه بثانوس اللي في الكوميكس فهل هيعملها نفس الموضوع مع كانج يعني كانج في الكوميكس كان الدافع بتاعه الست اللي هو بيحبها اللي بالمناسبة عملت ظهوره وكلية دور كبير في المساسة اللي بتاع لوكي فهل هيمشوا من نفس المحور ده في القصة بتاعت كانج انه هو بيعمل كل ده عشان ايوة يتغلب على الفاريانس بتوعه وفي نفس الوقت ياخد قلب البنت اللي هو بيحبها والست اللي هو بيحبها والله هيغيره في الموضوع ده يكون ليه جانب مختلف دي انا معرفوش ولكن ربما ربما واحد من الدوافع بتاعته تكون ان هو فعلا يسيطر على المالتفيرس علشان لو ما سيطرش عليه المالتفيرس هيتدمر والنقطة الضعف اللي تكون موجودة عنده هي تكون حبه للشخصية دي